السيارات من الضوء نقل الإمبليتود من هذه الأنفذة في آنفذة في آنفذة الأنفذة تقارب 8 هرتز أول حاجة نحن نجيب إلى آنفذة فأبص على آنفذة من الزيرو لحد فوق هنا أو لحد تحت ويكتب رقم بالبوصد 4 سنتيمترا ما موما تتحول له الضوء هي آنفذة فأنا أخذت من كريست عودة الوافلنس الوافلنس دائما تحسب بالهوريزونتل طب انت أخذتها ليش معنى دي الوافلنس ماها هنا بالإكس بالميتر فتعتبر اللمضة أنا بدأت من 0 إلى 40 يبقى اللمضة equal 40 سنتيمتر ممكن أحاولها time-tempor negative 2 حوالة الميتر C طلب من الوافلسط V equal lambda new اللمضة عندنا اللي إحنا إيسا جابنا 40 multiply time-tempor negative 2 طب الnew الnew هو الدهلك بقيت لو بصيت هنا تلاقي بقيت هنكتبها اهي ونشوفها تطلع بكما تعملها بالكالكوليتور تطلع 3.2 meter per second an earthquake monitoring station has detected two types of earthquake waves of different speeds 6000 meter per second and 5000 meter per second where the time interval between them was one minute if the two types of waves are produced from the same center find the distance between the center and the station يعني انا بتكلم في هذه the earth مثلا وعندي center هنا اللي بيحصل طبعا مش مش متكلم في center of the earth انا بتكلم في center بيحصل في the earthquake فعندي نوعين اللي اتنين دول هيروحوا للستيشن اذا هتكون هنا مثلا نفس الديستنس بالضبط نفس الديستنس الفرق ما بينهم في دلتا تين وان منت يبادي دلتا تي 60 كل واحد راح بسبيت معينة يعني V1 6000 meter per second وV2 5000 نبتدي نحسب ازاي وعايز يحسب الديستنس نقوله طب خلاص يبقى دلتا تين اقوال تي مينس تي طب تي مينس تي مينس تي مين بص يا سيدي اللي عنده فلوسة كبيرة عنده تايم صغير طب اللي عنده فلوسة صغيرة عنده تايم كبير اهي طب ال V equal D over T يبقى من هنا نقدر نقول ان التي equal D over V وبالتالي الدلتا تيها تنزل تيتو هتتحط مكانها D over V2 طب تي وان D over V1 نيجي بعد كده نقول لحضرتك ان انا ممكن امواخد الدلتا تي هنا واخد D common factor فتضلي 1 على V2 minus 1 over V1 D واحدة خلي بالك عشان كده اخدناها ك common factor على طول 60 الدي هنسبها 1 على V2 هي 1 على 5000 1 على V1 اللي هي ب 6000 طب هتلاحز حاجة جميلة قوي اللي هي ايه ان الone over 5000 هي اكبر من الone over 6000 وبالتالي لو عكاست هتاخد بالك هتلاح لك المقدار ده بالنجيتف فانت لو عكاست مثلا جبت A T1 minus T2 فهتقول V1 minus V2 يطلع بالنجيتف لا ما ينفعش ده لازم يطلع بالبوست فلازم تكون T2 minus T1 تركز في الكلام ده قوي وانت بتحل ممكن توقف الفيديو وتعيدها مرة تانية نجي نعمل دي 60 equals D على الكالكوليتور هتلاح لي هنا 1 over 3 1 2 3 4 zeros طيب يبقى دي equal هنعمل الاتنين دول multiply 3 times 6 ب 18 وعندي كم zeros عندي 50 يبقى multiply 10 power 5 متر او على الكالكوليتور هتطلع 1.8 multiply 10 power 6 متر 2 ships A and B are stationary ship A sends two sound signals one through the air and the other through the water if the signal that is transmitted in air reaches ship B 6 seconds after the signal that transmitted in water find the distance between the two ships knowing that the speed of sound in air is 340 meter per second and in water is 1480 meter per second to solve this problem اول حاجة انطلحها الجبن احنا عندنا time difference ما بين الاثنين كان 6 seconds عندي V بتاعت الاولانية V بتاعت الساوند in air كانت ب 340 متر per second طيب V في الواتر كانت 1480 متر برسك خلي بالك نفس ship وهي اللي بعتت two waves فالdistance ما بين ship نفسها و seabed مثلا التي بتبعتها auto signal one through air and the other through water بعتتها مثلا لحد هنا هي وسط مسافة معينة مسافة distance d المسافة دي مرة مشت في الماء ومرة مشت في air اهي نبتدي نجيبها واحد احد delta t equals t minus t طب t ماين ماينس t ماين اللي عنده فلوسطي قليلها وانا نحط t بتاعته فنقول t air ماينس t water طب نفترض انتك هطالب عكستها هتطلع بالناجتف اذا ما تنفعش هتلاقي نفسك غلط شوي فترجع تعيد وتعكس الكلام t equal انا عندي v equal d over t فt equal d over v فتبقى d على v air minus d over v water ال d common factor 60 1 over v air يعني 1 over 3 4 0 minus 1 over 1 4 8 0 ونحطه مع الكالكوليتر وهنطلع ال distance هنحسابها فبالتالي هنتطلع بكام هنحسابها دام اضح 0 0 0 0 0 0 0 0 طب انا عايز تديه لوحدها هيبقى ده ملتبلاي وده هينزل لتحت تطلع الفاينل ريزلت تو سيكس فور ايت بوينت فور ميتر طب هل دي هي الاجابة اللي موجودة هنا قدامك اه طبعا هي نفس الاجابة الحقيقة حتى لو لتصح از発 ENLARGE ستطلع بنفس الرقم لدية 2.648جم ملتبلراي تنف ت traumي brought 3 وايه البراي ب Today's sate 5 ستطلع 2.65 × 같은데 kickass 3 unit ب�마ة بمطر مشهocumented Zobzg graph represents the relation between the displacement of a body which makes simple harmonic oscillation of time find the amplitude of the body الأمبليتود ديه معروفة يبقى الأمبليتود equals ten الآن بتاعتها سنتيمتر بريدك تايم بريدك تايم time taken to make one itud to be complete isolation يعبدو من كرست بنها عند كرست يبدو بريدك تايم time capital بينا طبعا من الدرونج اللي يب Keith4 second one what happens to the periodic time of a vibrating object when its frequency travels explain your answer since periodic time equals 1 على the frequency فبالتالي when the frequency traveled هيكون periodic time هيقلة 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 3 times لاحلين الحقيقة الحل البسيط جدا اللي أنا بتكلم عليه اللي هو periodic time periodic time time will decrease to thirds طيب ده حل طب الحل التاني أنا باجا أقول له حضرتك هو Frequency new 2 بقى 3 new 1 طبعا من هنا بقدر أقول new 2 over new 1 أنا جبت new 1 دي تحت هنا equals 3 فأنا بحط القانون بتاعي الت 1 over t2 equals new 2 over new 1 همين برسي فأنا بحط 1 2 2 1 وبالتالي باجي أشيل new 2 over new 1 وحط فيها حينما كانها 3 يبدأ t1 with a t2 over 1 عشان رايح دماغي حمل cross multiplication فنائز t2 يبقى 1 times t1 over 3 وبالتالي 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 t2 أتبا إقوال 1 times t1 over 3 لها 1 over 3 t1 the opposite graph depicts the relation between the frequency of an oscillating motion and the reciprocal of its periodic time the two coordinates have the same scale what is the value of the angle theta خلينا أقول لحضرتك إن عندنا السلوب بيكون y axis وهو frequency over x axis وهو 1 over periodic time periodic time هتطلع multiply هنا فهتبقى frequency multiplied periodic time هتبقى equal 1 السلوب equals 10 theta equals 1 يبقى theta equal 10 بقى negative 1 لل1 عالك الكوليتور theta هتطلع 45 degree the opposite figure shows the motion of a vibrating string a at which point it's the velocity of the string maximum the velocity دائما بيكون maximum عند the original position يعني هنا تكون v max طب وعند point c v ب zero وعند point l v ب zero وبالتالي max هتبقى point b at which point is the potential energy of the string is max potential energy تكون max كل ما بعد او عكس kinetic فانا kinetic energy هتبقى بكام عند البوزيشن بعيدة دي kinetic 0 v ب zero يبقى potential max طب الكلام ده هتكرر فين عند point c وعند point a وبالتالي اوضرول كده maximum potential energy at point a وكمان at point c compare between the time of the string motion from b to c اما يروح من b to c and the time of its motion from b to a الاثنين equal ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أعلى ترجمة نانسي قنقر هو أنه يشعر الضواتي قبل ستجد الضواتي أسلاث هذا لأن الضواتي هو إلكتر ماناتي يمكن أن يتم تجهز بسرعة في حيات محيات ومع هل أن يتم تجهز على محيات محيات يمكن أن تجهز بسرعة محيات أكيد لو أنا بسيط كده بسهولة جداً ده في إير فأنا هسمع الصوت لأن الصوت لكن النفاكم لا يوجد الإير من الإير ف Seconds الأمر لا يوجد الإير، ساجم مجدداً ، السوء لا يوجد الإير ، سواء يطير الإير مذهل لأنه يتعرير أخرى لأنه مجدداً للإيرانات فهنا يحتاج إلى الإيرانات للإيرانات lab إذا كان الإيرانات للإيرانات if a rope is fixed to the wall and its other terminal is being moved up and down so a wave is produced in the rope as in the figure then if you moved your hand faster without changing the vertical displacement of your hand's motion or the tension force in the rope what happens for each of the following the amplitude, the amplitude here is not going to change the vertical displacement the amplitude does not change doesn't change the wave length if you add the number of waves if you add the number of waves, the frequency will be equal to the number of time if you add the number of frequency, the frequency will be equal to the wave length the frequency will be equal to the frequency we said frequency is equal to the frequency the product time will be equal to the frequency the wave speed is not a medium medium is the string ذات نفسه. ده الميديم اللي انا عملتها في الوايف. يجبها بالتالي ده دازن تشينج. نوت تشينج. أو دازن تشينج. زعب ذات فيجر شوز ذا ساوند بريدوزد فروم امان ان دا جول. ويتشوف ذا توويسز ترافل فاستر. مين اللي هي ترافل فاستر. فطبعا اللي اتنين عندهم هيمشوا بنفس السبيد. لي لان اتنين بتحركوا في نفس الميديم. يعني لو حد جوله اي. زي. ترافل. ويز. سيم. سبيد. از. زي. تو. ويفز. الويفز تطلع من المان ويالجرل. موف. او ترافل في نفس الميديم. فطبعا اللي اتنين عندهم نفس السبيد. بي. which of the voices has higher frequency. اللي عنده هاير فريكنسي عنده ويفلنس قليل. فمين عنده ويفلنس قليل. بمجرد النظر هتعرف. يعني من كمبريشن لكمبريشن ماس. وانا كمبريشن لكمبريشن. هتلاقي ان الجرل اللي عندها اللمضة بتاعته قليل. يبقى ده جرل. طبعا السريل. الزبزق غرف ديبكت 3 waves 1 2 & 3 where each one of them propagates separately in a tight string which is pulled by a fixed tension force. rank these waves in descending order according to wavelength. طيب هنلاحظ أننا عندي الوافلنث بتاعت الوافلنث بتاعها كبير جدا اكبر واحد. طيب الوافلنث بتاع 2 & 3 اللي هما دول ادي ده اللمضة بتاعت 1 وفي نفس وقت بتاع 2. بعكس الوافلنث بتاع الوافلنث كان اكبر شوية. فبالتالي الاجابة هتبقى اياه هنرتب هلاقي ان 3 اكبر من 2 و 1 اللي هما قد بعض بعض. الاسبيد وبهرباجيشن. هما نفس السبرنج والسبرنج او السترنج الاسف. نفس السترنج والسترنج ده الميديم. فكلهم عندهم نفس السبيد. الفي بتاع التالت زي التاني زي الاول. ليه لان الميديم هوا السترنج نفسه. الفريكنسي. الفريكنسي من اكبر في الفريكنسي. اللي عنده ويفلنث قليل يعني عكس. عكس اللي يعني مثلا هتكتب 3 وهتكتب 2 وهتكتب 1 الاثنين دول equal ما فهمش كلام بس العلامة ما بين 3 و 2 هتعكس فتبقى 3 أصغر من طول اللي هي equal to 1 بسولة جدا ذاو زي جراف شوز the relation between the vertical displacement and the time of a wave motion which is initiated in a rub when its terminal is moved up and down what's the type of wave that is initiated in the rub نوع الواف ده نحها transverse wave اللي قدامي طبعا هاي استقاو ده وهي mechanical transverse waves عشان ده rub يعني فممكن تقولي هنا number E mechanical transverse mechanical transverse wave طيب تعال اكمل معايا number B calculate the frequency of the wave الفريقونسي سهلة جدا اجل الله حضراك دول كام wave ممكن اواخد واحد wave اريح دماغي one wave اهي يبقى frequency equal to number of time number one طب و time هنا 4 بص هنا ثاند يبقى 4 يبقى بطلع ب 0.25 hertz c draw the same scale the relation between displacement and the time for a wave that has double the frequency and half the amplitude حلو اوة double the frequency and half the amplitude half the amplitude يبقى اخرك في height هم اهو ده كده هاب the amplitude طب double frequency تيجي بسلا عندي هنا time عندي اول حاجة ده the product time بتاع الواف الاولانين بدل ما كنت بتحط في one wave هيبقى 2 مع double frequency فالنمبر لو انا ثبت time يكون number of waves يبقى انا هاجي في الحتة دي كده واعمل one wave اهي one wave في الحتة دي فتيجيتم اعملها كده اهي اهي ونيجي هنا انهم عاملين one wave اهي ونيجي هنا هنعمل one wave اهي اهي فانت كان عندك واحد ونص ويف طب دلوقتي عندك ادي واحد اثنين ثلاثة يبقى انت عملت double number of waves يبقى double الفريقونسي the opposite figure shows a bend room that is displaced away from its equilibrium position then left to move explain the energy transformation after leaving the bend room immediately هو the opposite figure ده بيبين the bend room is displaced away from its equilibrium position ثلاثة 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 بدأ منين عشان نبقى احنا واقعيين كده بدأ من هنا وماشي كده سبعك من السهم اللي هم عاملين دع خالص هو بدأ من الاوي يعني بدأ من potential energy max تعرفت منين ما هو kinetic energy ب zero لان V كاب ب zero وانت ماشي كده اللي بيحصل والله حضرك بوصل لهنا بيكون عند original position عند rest position بيكون potential energy ب zero وال kinetic energy ب max اذا potential energy تحولت كينetic energy طول ما هو ماشي بالمنظر ده اللي انا اعمله لك تاني بالليزر هيكون potential energy بتقل ولكن kinetic energy بتزيد بتوصل للمكس بتاعها عند original position how does the increase of wavelength by 50% affect the frequency of a wave that travels in a rope in a rope طبعا كلمة دي معناها ان V constant تحرك في medium 1 طيب انت عايزت يشوف لي wavelength increase by 50% ايوه فان يبا انت معك lambda 1 ب100% lambda 2 ب150% رول بتاعنا ده من الفي ثابتة فهبنون new 1 over new 2 equals lambda 2 over lambda 1 طيب lambda 2 150% lambda 100% نطاير ده مع ده وال percentage مع الpercentage يتفضل لي 1.5 ده new 1 طيب نيجي بعد كده نقول له حضرتك طب انا عايز new 2 او تقدر تكتبها كده عشان تبقى معي في الصورة على new 2 equal 3 على 2 طب انا عايز new 2 يبقى new 2 equal 2 over 3 new 1 طب اللي change يقدي ايه بقى نيجي نقول له حضرتك مش انت عايز تجيب لي الpercentage بتاع ال change ممكن على حسب الجيفن لو انا عندي choose في المسألة يقول لي طيب انا مش عايز اللي جابها new 2 بقى قديه طو على 2 new 1 لا 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 انا عايز اعرف اللي change قديه فاللي change هنجيب delta new طب الpercentage بتاع delta new على new 1 على new اصلي delta new اللي هو مين هناخد الكبير طب من الكبير new 1 ولا new 2 ركز كويس قوي new 2 2 على 3 new 1 يبقى new 1 الكبير minus new 2 الكلام ده على new 1 مثل multiply 100 new 1 هتنزل زي ما هي new 2 2 على 3 new 1 على new 1 الكلام ده 100 طيب 2 على 3 أو new 1 minus 2 على 3 new 1 تطلعب 1 على 3 new 1 كلام ده over new 1 multiply 100 new 1 هتنزل زي new 1 يتفضل لي 33.3% 1.33% يبدأ اللي تشينج ده مين؟ ده البرسنتج يا أستاذي يبدأ البرسنتج عشان تبقى حضرتك معي if you want to increase the wavelength of a traveling wave in a rub يعني V سابتة أيوة does the rub have to vibrate with larger or smaller frequency than the first case ما ليش؟ مش انت عايز تعملي حضرتك عايزة زاودي يعني if you want to increase the wavelength طبعا is to increase the wavelength يبقى تعملي في الفرقونسي أقل الفرقونسي يبقى نخليه يعمل أقل الفرقونسي يبقى نخليه يعمل أكيد فرقونسي if a wave traveled between two media so that its speed increases by 20% what is the percentage of change in the wavelength or its wavelength هي ويف واحدة فالfrequency constant خلاني نتكلم بصراحة طيب relation ما بين الفي و الوافلانس directly وبالتالي لو ال speed زادت ب 20% يبقى الوافلانس هيزيد بنفس 20% يبقى الإجابة wavelength will increase by 20% and the opposite figure if the pendulum was making 30 complete oscillation per 1 minute calculate the frequency and the periodic time طبعا السؤال الحقيقة frequency equal number of time 30 per 1 minute يعني على 60 ب 0.5 hertz طبو ال periodic time وانا على ال frequency مش هنعملها بحاجة تانية وانا على 0.5 يعني اطلال ب 2 seconds two sound waves of frequencies 255 hertz and 510 hertz are propagating in air the constant خلاني نخد احضا احضا if the wavelength of one of them is larger than the other by 2 over 3 meter calculate the speed of sound عشان نجيبها فانا بطلع عني frequency 1 255 hertz frequency 2 5 10 hertz كده من اكبر في frequencies هتلاقي ان frequency 2 اكبر يبا دي lambda 1 ودي lambda 2 من الكبير لا lambda 1 بالعكس القانون بيقول لو الفي سابتة ف new 1 على new 2 equals lambda 2 over lambda 1 new 1 255 new 2 510 lambda 2 lambda 2 هي الكبيرة ولا هي صغيرة لا هي صغيرة فتكتب lambda 2 lambda 1 اللي هي اقوى lambda 2 plus 2 over 3 يبا انا عندي واحدة قد التانية بزيادة 2 over 3 هنيجي نعمل 200 نعملها بقى بالحسابات 255 over 510 ونجيب كده وال lambda 2 نطلعها بكام هتلاقي ان lambda 2 تطلع 2 over 3 متر ده lambda 2 طب انا عايز الفي فالفي هتبقى lambda 2 في new 2 يعني ممكن نقول 2 على 3 multiply 500 and 10 ونشوفها بالكالكوليطر كده يبا 510 multiply 2 over 3 فتطلع ب340 meter per second the two opposite graphs shows the relation between the displacement of a particles of the medium and both time and distance of the propagation for the same wave motion calculate the speed of the wave طيب عشان اجيب ال speed ما تعالى نجيب كده شوية حاجات مهمة قاون نجيب ايه مثلا انا معايا هنا ده time ومعايا كده number of waves فانا ممكن اجيب frequency frequency equal number of waves that time انا معايا هنا واحد ونص wave الى ايه كده ادي واحد وادي نص يبقى time بتاعهم 25 بس ما تنساش بس 25 جنبها اين millisecond يبقى multiply 10 by negative 3 عشان تتحول وبالتالي نحسبها على الكالكوليطر هتطلع لي ب60 hertz the new طيب نجيب بعد كده ال wave length ال wave length ال wave length عبارة عن اين عندي distance دي بتاع 3 4 wave length equal distance عن number تمت تعرفت منين وانت تمشى ادي واحد اتنين ادي ثلاثة amplitude ثلاثة بس amplitude يبقى distance 540 بس على شرط بصينا ثلاثة سنتيمتر multiply 10 by negative 2 على number 3 over 4 ونعملها بالكالكوليطر يبقى ما كان عندي ال wave length سيطلع ب 7.2 meter نجيب بعد كده chد أصدر setel v equal lambda 7.2 x 60 شو فا تطلاع بكم تطلاع ب ترجمة نانسي قنقر